إعمل العدّات؟ ما هو العدّات؟ طبعاً تحدي الحكاية الحكاية ليس إقلاع يوم، 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 ثلاثة لا 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 أنا على فكرة عندي فكرة هيك متعصم إليها أنا أعتقد الإقلاع عن أي ممارسة أو أي عادة الحد الأدنى إله والذي ممكن ينجح مع كل الأشخاص دولة عزيمة صلبة شهر وأخذتها من فلسفة الصيام أعتقد أنه شهر إقلاع كامل يجعلك تتخطى العقبة فلق تحمل عقبة أو النقطة الحريجة هناك نقطة حريجة ما لم تتخطها أنت منجحت لسا أنت في وادي الهلاك أي وادي الهلاك هذا الحد هنا إذا تخطيت السور هذا تكون نجوت من وادي الهلاك حد الأدنى، ليس أسبوع، ليس أسبوعين، ليس ثلاثة شهر حد الأدنى وممكن أن يزيد عن ذلك لكن بحسب إرادتك لكن هذا حكمة تصوم لا إله إلا الله لكن فكر ربنا ربنا هنا، عز وجل يعني مفتاق إلى صيامنا؟ يسعد أننا نعطيه تعذب أبداً أبداً لكن الله عارف يا أخي ألا يعلم من خلق وهو ألا طيق في الخبير أن هذه العبادة السنوية الرائعة، كم أحب الصيامنا؟ عبادة من أروح ما يقول عصم بالله تعلمك كيف تتحكم في نفسك تصير أنت في التشارج، أنت المتحكم، أنت الضابط الأمور أنت الفاعل، ليس المفؤول به تخيل، أمام نفسك، أمام كيانك، أنت شهر كابل، والصوم كما أراده الله عاد، ليس صوم الطعام والشراب والجنس فقط والكذب، والغيمة، والنميمة، والكلم عن الناس، والإفتراه، وشاهدة الزور، كله والسخفات، واللغو الخول، كله هاي يصطرون الله بالدياء سألنا فيه الإنسان كريم، شهر، وكمّل عاد لأنك ذاك وشاطر، في خهمة زر العبادة، كمّل على هيك، تكمّل وتنجح، وصير الإنسان استثنائي، ما شاء الله الله يكثر هؤلاء الاستثنائيين فالمهم يعمل عدّاد، كما عدّاد الصوم؟ عدّاد الحمد لله، يوم بلا بورنو، واليوم الثاني بلا بورنو، ستقول لي فيه مواقع آه، فيه مواقع أنصح أن تشترك فيها، أنصح كل الشباب بصراحة أن يشتركوا فيها، وخاصة هذا الموقع الذي كنا له عدة مرات يوربرينونبول.com، وموقع نوفاب.com، معروف ما معناها النوفاب وفيه موقع عربي، جزى الله من أنشعوا، والقائمين عليه، وكمهم؟ وناس فعلاً نبلعوا الله، موقع اسمه واعي، ما أحسن هذا الموقع يا أخي، ما أفضل له، ما أعظم جهود القائمين فيه وأطباء، وعلماء، وشباب، تحفى، مصري، وبعدين شاركين فيه من كلهم العربي، ولكن في الأصل، بصراحة مصريون بارك الله بهم من أروع موقع عربي، واعي، اشترك في واعي، وستستفيد كثير من الخبرات ومن الاستشارات ومن هذه المشاركة، اشترك في واعي، ستستفيد كثير، كثير، اشترك في هذه الموقع العالمية أيضاً، لماذا لا؟ وإعمل عدادك، وضعه قدامك، أو خليه في تليفونك، وطبعاً أنت تشعر بالنشوة، عشرة أيام بلا قدرات يكتبها بلا قدرات، عشرون يوم بلا قدرات، تقول لي إخسار يا ريت، واحد وعشرين سقط، طلعت خمس دقائق، لا بأس، ما ستفكر حالك أنك انتهيت وتدمرت، أبداً، واصل، فالأخي عارف كيف تحسبها؟ أنت الآن قضت أربعين يوم، وانتكست مرتين، عارف ما معناها؟ بصراحة، لا تقول أن انتكست مرتين، دعني بعدين هذه، ابدأ بالإيجابي، ابدأ بالإيجابي، قل ثمانية وثلاثون يوماً بلا قدرات، حالة جداً، مين صح له؟ جميل، يومين انتكاسة، لكن سوف نرى بعد ذلك، سيصبح عندك مئة وعشرون يوماً، انتكاستين، ما ثلتش، يصبح لك مئة وعشرين يوم، كم شار يعني؟ أربعة، رهيب، مئة وثمانون يوماً، ثلاثة انتكاسات، لا بأس، معنا بصير على فكرة، كلما تواصل في النجاح، بصير احتمال انتكاسة أضعف، أضعف، ما بتلاقيها أشياء مغرية هذه، يوم عن يوم، شارع يوم بتصير تقذرها، تتقذرها وتكرهها، بتأسطى الكرهة فيك، وهكذا إلى أن تصل إلى الدرجة التي خلاص، ما عاد أبدان، وتبدأ، زي ما قلنا تعود إليك طبيعتك السوية، تصير تعشق زوجتك، تعشق النساء بشكل عام، طبعاً مش عيب إنك تعشق النساء، تعشق الأنثى هذا الشيء، طبيعي ربك، العيب إنك تنظر إلى ما حرم الله، تطمع في ما حرم الله، تتلصص على ما حرم الله، تفعل مع هذا العيب، لكن ليس عيب إن يحبنا الأنثى، طبعاً أحب الأنثى، إنه يقال الحب بائلية من دنياكم مجالة زوجاتي، قال الطيب والنساء، هو يحب المرأة بما هي مرأة، طبعاً، طبعاً، وجعلت قرة عيني في الصلاة، جفال جميل، وحط النساء مع الطيب، النساء من أجمل أشياء في الحياة، حديث بريدة، قال الصحابة الجيل، بريدة بالحصيل، قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي الطالب، كرم الله واجهه، يا علي لا تتبع النظرة النظرة، مفعول به عوة، مفعول به ذاني، لا تتبع النظرة الأولى يعني، النظرة الثانية، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة، ماشي، أنت في الشارع، سوقت سيارة، كلها ليس عرج لك، شفت بنت حلو كذا، استغفر الله، طلعيش، واقف على الكاسة بدفع، شميت ريحة، شفت بنا فتاة جميلة، ما تطلعيش، وهي تحس بالقوة، ستقول لي كان حسب الحصرة، لا، لا والله، مجرب، سأقول لك السلام جرب، كثير جربه، جرب أنت، والله تشعر بالسعادة، قال عليه الصلاة وأفضر السلام، النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها لله، أبدله الله حلاوة الإيمان جدها في قلبه، تحس بنشو هكذا، جرب، وتعالي كذبني، هكذا، 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 سعادة غير عادية، وبعدين الجزاء من جنس العمل، أنت عملت ذلك، وغضيت بصرك، مجرد نظر، فتاة كذا، تروع عند أهلك، سبحان الله، زينها الله، طبعا أنا أحكي لكم شيء اليوم خطر لي والله، سبحان الله العظيم، من آيات الله يا أخي، أنا قرأت في صلاة الجمعة آيات سورة النور، صح؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي نظرة شاهية، أي نظرة لما لا يحل، ما قالوا أبصارهم، لو قالوا أبصارهم نقعد ينشع عميان نقع، نخبط في الشوالع، لا لا الله قال لك عادي، ما تكون متزبك، ما تكون فناتك، خليك عادي، شوفت شيء محرم؟ ما تنظر، ما تنظر، ما تنظر، ما تنظر، واضح؟ فالله قال ما يغضوا من أبصارهم، يعني المطلوب يغضي عن ما حرم الله، عما لا يرضي الله، ويحفظ فروجهم، كأنه قال لك طريق حفظ الفرج، غضي، غضي البصار، طبعا لو سألت أي عالم في الأعصاب وفي علم الجنس، يقول له من أكبر عضو جنسي في الإنسان، ما سأقول لك؟ الدماغ، طبعا، أكبر وأهم عضو جنسي، يعرفين ما هو؟ الدماغ، الجنس تسعيف المئة هنا، ليس في الأعضاء نفسها، طبعا، تعرف أنت معظم حالات العنة والضعف والعجز الجنسي، أسبابها نفسية ليس عضوية؟ ما رأيك؟ الكمية الأكبر منها نفسية، فالدماغ كيف يتفكر، كيف يتخير، كيف يتوهم، هذا هي القضية كلها في الدماغ ستحدث، واضح؟ فالله قال لك طريق الحفظ البصر ترجمة نانسي قنقر